بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله عز وجل أن يوزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى أحبتي في الله ما زلنا مع أشراط الساعة وعلاماتها نسأل الله عز وجل أن يوزقنا حسن الخاتمة وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه تحدثنا عن نبي الله عيسى عليه السلام كيف أنه سينزل في آخر الزمان فيعيش مسلما موحدا لله سبحانه وإن في هذا اليوم الذي يحتفل فيه النصارى بميلاد إلههم حاش لله أن يكون مولودا إن في مثل هذا اليوم ليشعر المسلم بالعزة بانتمائه لملة الإسلام فاللهم يا رب العالمين يا هادي البشر اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا أئمة لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم في مثل هذا اليوم تشعر بالاعتزاز وأنت تحفل صورة الإخلاص تفهم معنى تسمية هذه الصورة بهذا الإسم الإخلاص أن تخلص الدين لله وأن لا تشرك بالله أحدا وإنما أن تعبد الله سبحانه وتعالى الوعد الأحد الوتر الصمد سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات علا تدل على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله أحبتي حينما ينزل عيسى عليه السلام إلى الدنيا مرة ثانية ليعيش مدة من الزمن ثم يموت كباقي البشر من مهامه إنقاذ المؤمنين من فتنة أخرى فبعد قتله للدجان وإنقاذ البشرية من أعظم فتنة في الوجود ينقذ الله عز وجل المؤمنين مرة أخرى عن طريق عيسى عليه السلام من فتنة عظيمة هي فتنة يأجود ومأجود وقد ذكر الله سبحانه أن هذا كذلك من علامات الساعة أي خروج يأجود ومأجود نسأل الله أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول جل جلاله حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدن ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شافصة أرصار الذين كفروا إذا حينما يأذن الله عز وجل يخرج أقوام كثير سماهم الله عز وجل يأجود ومأجود لأنهم يموجون أي من كثرتهم فهم فتنة عظيمة لا يتركون الأخضر بل ولا يتركون الماء ولا يتركون شيئاً كارثة هي من أعرم الكوارث الذي تحل بالبشرية حينها نحتاج إلى النجاة اللهم ندنا من كل المصائد والبلايا يا أرحم الراحمين حينما تصاب بمصائب حينما تصاب بالقحط أو بعطش أو بالمرض أين تنجأ ماذا تفعل هذه هي العبرة التي نستخلصها من هذه القصة لا طاقة لأحده بمحاربة يأجود ومأجود هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انظر إن عيسى عليه السلام سيحارب الدرجال ذاك الرجل الذي يفتتن به كثير من الناس لكن المقابلة ممكنة لكن المهاجد ممكنة فيقتله عيسى عليه السلام أما يأجود ومأجود فلا قبل لأحد بهم ولذلك فإن الخطة الإلهية الربانية أن يأخذ عيسى عليه السلام المؤمنين فيذهبوا إلى جبل الطور طور سيناء فيبقوا هنالك إلى أن يقدر الله عز وجل هلاك يأجود ومأجود هذه عبرة عبرة ورسالة أن في زمن الفتن والبلايا والمصائب والأوبئة لا ملجأ ولا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى أن تلتزم بالدين أن تلتف حول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حول سنته حول قوله حول فعله صلى الله عليه وسلم حول أخلاقه فالنجاة من المصائب والأمور التي تهلك البشرية في العودة إلى دين الله تبارك وتعالى فإن لم يكن بيننا عيسى وإن لم يكن بيننا محمد صلى الله عليه وسلم فبيننا هذا الدين العظيم وهذا الكتاب الكريم وهذه السنة العطرة الطاهرة فلا بد إلا أن نستمسك بها لكي ننجو من آفات دنيوية وآفات أخروية نسأل الله أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مطعة عما أرضعت وطبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتذرون أي يوم هذا الذي يتحدث عنه ربنا جل وعلا هذا يوم يقول الله لآدم عليه السلام يا آدم قم فابعث بعث النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير سابق عذاب ولا إساب فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين اللهم استرنا يا رب اللهم أجرنا من النار من كل ألف بشر تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد فقط يدخل الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم لا تؤاخلنا بذنوبنا وحنى يا رحم الراحمين فعين إذن يشيب الصغير وطبع كل ذات حمل حملها فقال عليه الصلاة والسلام إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يعني أن هذا العدد المهول له سبب يأجود ومأجود فالله ملك الحمد هذا العدد المهول تسعمائة وتسعين بشر إلى النار وواحد إلى الجنة سبب ذلك كثرة أهل النار أن من هذه الأمة أي الأمة البشرية أبناء آدم يعني أن منهم يأجود ومأجود نسأل الله أن يجيرنا من كل الفتن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هو وفي حياته أن يأجود ومأجود قد بدأوا بالاستعداد للهجوم والخروج على الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجود أو مأجود مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تريها أي فتحوا ثقبا بعد محاولات عديدة وبذلك بدأ العد التنازل للخروج يأجود ومأجود نسأل الله السلامة والعافية فقالت زينة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يأجود ومأجود سيأتون ويعيثون في الأرض فسادا ونحن صالحون أنهلك وفينا الصالحون قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كفر الخبث اللهم ثبتنا على الدين الحق فلذلك من العبل والعيغات العظيمة من قصة يأجود ومأجود أن تعلم أنه ينبغي أن تنجو بنفسك رغم كثرة الخبث لا ينبغي أن تترك مجاهدة النفس والاستعداد للرحيل إلى رب العزة جل وعلا ولو كثر الخبث فإن الله عز وجل سوف يجازي كل حسب عمله يوم القيامة فلذلك هذه الابتلاءات تطع للمسلم الصالح والطالح للتقيم وللفاسب للمؤمن وللكافر ثم يجازي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كلا حسب نيته وحسب أعماله نسأل الله عز وجل أن يتوفن مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه لهم الatoon liebe Geschwister ندا 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 ع再见 على محمد للسلام وذافهم وردنا على محمد للسلام اجمال محمد الله أننا نسيحط و魔 محمد وحbaum أننا نسيحط أعمال نانيا من أننا نقل أن الله إليه الإنسان هو أنه الأنغة أصرق إنه أصرق إليه وإن أصرقه وإنه لا يوجد ليه وإنه أصرقه هذه الحاجة التي تتعود إلى أحسام في أعلى أسرقه وإضافة أصرقه يقوم بزيتي هذه الحاجة أنت أكثر وقالهم عليهم أن يكون في هذا اليوم Denn wer hat dich gerettet, dass du nicht an diesem Tag das Kreuz anbetest, sondern Allah سبحانه وتعالى. Wer hat dir diesen Glauben geschenkt, wer hat dir dies gewährt, dass du an Isa عليه السلام glaubst, als Diener Allahs, als Mensch und nicht als Sohn Gottes oder gar als Gott selbst. Er hat es, Allah سبحانه وتعالى. Und daher danken wir Allah s.a.w. und lobreisen ihn. Und wir bitten ihm um Festigung und Standhaftigkeit, dass wir weiterhin an ihn glauben, so wie er es möchte und so wie er es den Propheten allesamt gezeigt hat und offenbart hat. Und Isa a.s.w., wenn er kommen wird, wie wir gesagt haben, gehört zu seinen Aufgaben, die Menschheit zu retten. Zum einen vor dem Lügenmessias, der die Menschen in die Irre führt. Und danach hat er noch eine Aufgabe, eben die Menschen ein zweites Mal zu retten vor einer anderen Katastrophe, und zwar Erdjud und Erdjud. Diese Völker sind Menschen. Sie sind Menschen, die austreten und ausschwärmen werden zu einer bestimmten Zeit. Und Allah s.a.w. erwähnte im Koran, wenn die Zeit, also die Stunde naht, dass diese Völker, und Erdjud und Erdjud austreten werden und regelrecht die Erde überschwemmen werden, wie gewaltige Wellen. Und sie werden alles vernichten, was vor ihnen ist. Sie werden Flüsse leer trinken. Sie werden nichts mehr übrig lassen. Nun, was macht Isa a.s.w.? Was wird die Taktik sein, die Strategie? Er hat die Menschheit dann bereits vor dem Dajjal gerettet. Wie wird er Erdjud und Erdjud besiegen? Nun, bei dem Dajjal gab es die Konfrontation. Er hat ihn gedötet. Er wird ihn töten, a.s.w. Aber Erdjud und Erdjud, wie der Prophet s.a.w. sagte, wird keine Herrschaft antreten können. Niemand wird sie besiegen können. Eine Katastrophe, die so noch nie gesehen wurde, möge Allah uns davor bewahren. Und wir wissen bereits, was den Menschen alles passieren kann. Seit Corona wissen wir, wie schwach wir sind. Wir wissen, wie anfällig wir sind. Wir wissen, wie labil wir sind. Was ist, wenn dann die Erdjud und Erdjud antreten und die Erde überschwemmen mit ihren Leibern, mit ihrem Unheil? Hier wird Isa, a.s.w. den Befehl bekommen von seinem Herrn, von Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er mit den Gläubigen auf den Berg Abdur aufsteigen soll und warten soll, bis Allah, subhanahu wa ta'ala, diese Plage, Erdjud und Erdjud beseitigt. Hier wird Isa, a.s.w. und die Gläubigen, sie werden nicht kämpfen. Sie werden auf die Gnade und die Huld und die Rettung Allahs warten. Aber mit einer Voraussetzung, dass du an Isa glaubst. Und du wirst dann nur an Isa glauben, wenn du heute an Muhammad s.a.w. glaubst. Denn nur durch den Islam und nur durch den Or'an und nur durch die Sunna wirst du an diesem Tag wissen, wer Isa ist. Du wirst flüchten und du wirst gucken, dass du dich rettest vor Erdjud, um Erdjud, in irgendeiner Höhle, irgendwo hinter einem Berg, aber keine Rettung. Es wird nur einen Weg geben zur Rettung, und zwar indem du Isa erkennst, indem du an Isa glaubst. Aber wer heute nicht an Muhammad s.a.w. glaubt, wer heute nicht weiß, wer der Weg Muhammad s.a.w. ist, der wird auch nicht wissen, wer Isa ist. Warum? Weil er nicht den Koran kennt, weil er nicht die Sunna kennt, weil er seine Religion vernachlässigt. Und deswegen, liebe Geschwister, die Rettung vor dem Dajján, die Rettung vor Erdjud und Erdjud, die Rettung vor jeder Plage, vor jedem Unheil, ist das Festhalten an dieser Religion. Möge Allah s.a.w. unsere Herzen festigen. Allah s.a.w. sagt, oh ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem Niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Aber Rasul s.a.w. erklärte diesen Vers, er erklärte diese Ayah, er sagte, das ist Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns den Eintritt ins Paradies gewähren, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Wenn Allah zu Adam sagt, oh Adam, nimm die Herrscher in die Hölle und dann fragt Adam a.s.w. wer sind diese denn? Dann sagt Allah, von tausend Menschen 999 in die Hölle und einen ins Paradies. Oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor der Strafe im Arm und vor der Strafe in der Hölle. O Allah, gewähre auf Sicherheit am Tag der Furcht. O Allah, lass uns ins Paradies eintreten, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. 999 werden in die Hölle reingehen oder reingeworfen und einer von tausend wird gerettet. Die Sahara haben sich erschrocken, aber der Prophet s.a.w. hat sie beruhigt. Er sagte, ein Grund, warum es so viele sind, ist, dass zu den Menschen gehört, يَعْجُودُ وَمَعْجُودُ Möge Allah a.s.w. uns vor jedem Unheil bewahren. Das heißt, es sind sehr viele. Dieser Hadith belegt, dass يَعْجُودُ وَمَعْجُودُ Das ist kein kleines Volk. Das ist ein gewaltiges Meer an Menschen. Und deswegen bringt es nichts, gegen sie anzukämpfen. Und deswegen offenbart Allah zu Isa a.s.w. Flüchte auf den Berg. Es gibt kein anderes Entkommen. Und daher ist es umso wichtiger, wie gesagt, zu wissen, wer Isa ist. Möge Allah uns mit dem Propheten Muhammad s.a.w. und den anderen Propheten im Paradies vereinen. Daher den Geschwistern, danken wir Allah, dass wir zu den Muslimen gehören dürfen. Und wir bitten Allah, dass wir weiterhin zu den Muslimen gehören dürfen. Und daher bittest du in jeder Raka'ah, in jeder Raka'ah, sagst du, O Allah, leite uns recht zum geraden Weg. Denn du bittest Allah immer und immer wieder, dass du daran glaubst. Denn diese Herzen liegen zwischen zwei Fingern Allahs. Er dreht und wendet sie, wie sie will. Daher bitten wir Allah, O unser Herr, der du die Herzen drehst und wendest, festige unsere Herzen auf die Religion. A-Hibati-Fillah, A-Hibati-Fillah, صار له حادث فسقط من على سطح ونسأل الله أن يشفيه لطف الله به ولكن لا شك أن عنده من الآلام ما الله به علي فنسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يشفيه شفاء لا يرادل سطحا ونسأل الله عز وجل كذلك لجميع مرضان ومرضى المسلمين وجميع موتان ومرضى المسلمين الرحمة وإلمه سبحانه وتعالى اللهم اقصر الإسلام والمسلمين اللهم اقصر من نصر الدين واخذر من خضل الدين اللهم اقصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم ارزقنا النطق بالشهادتين عند الممات اللهم أصلح خاتمتنا وصلي الله وسلم بارك على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشتركوا في القناة